اشتركوا في القناة تدعى بأعراض نقص تروية عضلة القلب ولكن لا تظهر هذه الأعراض إلا بعد حدوث تضيق بنسبة 60% إلى 70% فأكثر فدون هذه النسبة من التضيق في الشرايين لا تظهر الأعراض القلبية الناتجة بسبب نقص تروية العضلة تظهر أعراض نقص التروية على شكل ألم في الصدر بالأخص في منتصف الصدر بعض المرضى بعض وصف أن الألم يكون في منطقة الحلق هناك مواصفات أخرى يكون على الجهة اليسرى أو على الكتف والذراع الأيسر من الجسم هناك أعراض أخرى أو صفات أخرى يكون الألم فيها في البطن أو في المعدة ما يميز هذه الآلام أن المريض يشعر بها في أغلب الأوقات مع الجهد فإذا المريض يطلع درجة على سبيل المثال أو يمارس أي نوع من أنواع الرياضة وخلال هذه الرياضة أو المجهود الجسدي يحدث ألم في الصدر فهذا الألم يكون ناتج عن نقص تروية القلب الدموية شكرا وذي وذي شيء من كل شيء